أكد البنك المركزي بعدا استمرار حظر التعامل مع البنوك التي شملها قرار المحافظ ومنع جميع البنوك وشركات الصرافة من التعامل معها وقال البنك في توضيح صادر عنه أن الأنشطة التي تمارسها هذه البنوك حاليا تقتصر على ما هو مسموح في إطار القرار وهو استمرارها في خدمة عملائها والوفاء بالتزاماتها ويشمل ذلك صرف مرتبات شهري إبريل ومايو لبعض الجهات الحكومية المتعاقدة مع بعض هذه البنوك والتي استكمل موظفوها فتح حساباتهم لديها منذ بدء تنفيذ عملية رقمنة الرواتب ولفت التوضيح إلى أنه نظرا لقرب حلول عيد الأضحى المبارك لأن عملية نقل الرواتب بالشروط التي حددتها الحكومة تتطلب وقتا سمح لبعض هذه البنوك بإصطرف مرتبات شهر مايو المنصر وذلك مراعاة لظروف الموظفين ولأن التعزيزات المالية صدرت بإسم هذه البنوك في فترة حرجة لم تسمح بعمل الترتيبات اللازمة للنقل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر